ألم بيكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل عزيزي المشاهد هل بتحس باليأس هل طال انتظارك زي إبراهيم أبو الأباء لما وصل لليأس من إنه يخلف بدرجة إنه تصور إنه حيوري صروته للخادم بتاعه ألي عازر الدمشقي لكن الله وعده بإنه هيعطيه ابن الموعد والله ما رجعش في كلامه الده إسحاء ابن الموعد أيوب فقد أولاده كلهم وصروته كلها وجسده الضرب بالمرض كله وأصدقاؤه ما نصفوش بدرجة إن في صحاح 16 وصفهم أيوب وقال عليهم إيه على أصدقاؤه قال قد سمعت كثيرا من مثل هذا معزون متعبون كانوا بيتعبون جدا في التعزية بتاعه لكن أيوب كان عنده ثقة فالله بعد ما فقد الأمل في كل اللي حواليه أمقايل في الإصحاح 19 أما أنا فقد علمت إن ولي حي والآخر على الأرض يقوم وكمان في العهد الجديد بوليس الرسول قال إيه؟ قال فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقاتنا التي أصابتنا في أسيا إننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا يعني بوليس الرسول يأس من الحياة ورغم اليأس اللي كان عنده كان ليه ثقة في المسيح يسوع وليه ثقة إنه حينجو لكن قال إيه؟ لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي الذي لنا رجاء فيه إنه سينجي أيضا فيما بعد وما اقتصرش الأمر على كده وما اقتصرش ثقة في ربنا في وضعه اللي كان فيه ده على بوليس الرسول لكن بوليس الرسول قال إيه؟ لكن قال جملة مهمة جدا ياريت يعني تسمعها كويس بيقول إيه بوليس الرسول في إني أحسب إن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا عزيزي المشاهد ما تيقس بسبب مشاكلك؟ عند ربنا في ألف حل وحل لكن أهم حاجة هل عندك يأس ومش ضامن دخولك للسماء؟ أنا عايز أقول لك خبر مهم ثق في المسيح اللي هو فيه الرجاء لأبديتك هو اللي عمل كل شيء من أجلك علشان يدخلك السماء ابعد عن اليأس وخليك في المسيح لأن المسيح هو العلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة